موهب في مباراة المصري هذه المباراة المسهلة للجدل في موقف حصل ما بين عواد وما بين حسام عبد المجيد وراجل زقه والزمالك عاقب حسام عاقب محمد عواد محمد عواد في تصريحات نسبت إلى مصدر مكرم منه أنه كان شايف أن حسام هو اللي غلطانه كان بيحمله المسئولية وأن الزمالك عاقب حسام بس ما أعلنش عراء يعني احكي ليه التفاصيل بتاع الحكاية دي وصلت لحد فيه طيب قبل ما أحكي لك التفاصيل هقول لك معلومة عواد كده كده ماشي من الزمالك ماشي أو لن يجدد عقده في الزمالك ده قرار اتاخد خلاص من مجلس إقدارة ندي الزمالك بتنصيق مع كابتن عبد الواحد السيد ونعن على تحفظ فني أولا وأخيرا تحفظ فني مش سلوكي يعني هو في التحقيق النهاردة خضع لجلسة التحقيق قال إن دينا رفزت ملعب واستشهد كمان بزميل حسام عبد المجيد اللي قال برضو إن اللعيبة كلها كانت متنشينة من أحداث المباراة بشكل عام والجدل للقرارات التحكمية فالملعب كان متنشن تقبل عواد العقوبة 25% خصم من عقده لكن عواد دلوقتي أبلغ وكيله بالبحث عن عرض خارجي بناء على إبلاغ كابتن عبد الواحد السيد لي بعدم تجديد عقده ده قرار نهيم ده بالنسبة للعواد ترجمة نانسي قنقر